منين بديت كندير هاد البودكاست عمري ما كنت كنتخيل نقدر نتخاصم معاكم ولكن الفيلم اللي غدين هنظروا عليه اليوم بكترت ما هو عزيز على بزاف ديالناس وبكترت ما داروا عليه فيديوهات بزاف انترنت ما يمكنش ان الشي اللي غدين نقول في هاد الحلقة يعجب كل شي اليوم غدين ننظر على واحد من اكبر الافلام الفيمينيست ديال التاريخ اللي هو فيلم جل 1999 من اخراج دافيد فينشر واللي مقتابس من الرواية جل تشوك بالانيوك الفيلم جل اليوم هو فايت كلاب مرحبا بكم في حلقة جديدة من سليما بودكاست قبل ما نبدأ التحليل الجيالي بينسوا يعجب واحد لانا غدي ندخل في شي تفاصيل اللي قدروا يحرقوا لكم الفيلم ما كتعرف بحق الناس حتى كتتتحرم منه القصة ديال الفايت كلوب هي القصة ديال الراجل ما بقاش قادر ينعس البطل ديالنا غدي يقال حل المشكل دياله في شي حاجة اللي مطيحش على البال الدواء دياله وللاشتماعات ديال الناس اللي فيهم شي مرض خيب حاكم عليهم بالموت البطل اللي ما عندوش سمية واخا كينشي لقطات في الفيلم اللي نقدروا نفهموا منها الناس منتو جاك ولا كيمشي لهذا الاجتماعات المختلفة يوميا وكيتلقى مع الناس ويسمع القصص ديالهم الشي اللي كيخليه تطلق ويبكي واخا هو ما عندو لا مرض ولا والو جاك لاحظ بالله فاش كيكون في هاد الجروبات الناس كيسمعوا ليه ديال بالصح لانهم كيسعبهم بحالهم قرر بيموت الشي اللي كيخليه يرتاح ومن بعد كيقدر ينعس بحالشي باب حتى النهار اللي غادي تلقى فيه بمارلا مرأة وحتى هي بحاله كتحضر الجروبات دي المساندة للناس المراد واخا هي ما فيها والو هاد مارلا غادي تولي العدو ديالو في ذيك اللحظة جاك باش يقدر يترخى وينعس خاصوا يعيش الاجتماعات مع ناس اللي كيعانيوا ديال بالصح منين ولا عارف بلا كين واحد السيدة كتغش بحاله مابقاش قادر يتنخى مارلا تهيية محتاجة لهذه الاجتماعات لانها مدمنة عليهم بحاله بجوجهم عندهم واحد القاسم المشترك انهم كيشوفوا الناس اللي قربوا يموتوا هما اللي كتولي فيهم الحيوية وكيولي وعايشين وما الناس اللي عايشين وما عندهم والو بحالهم راهم بحالي لميتين جاك غاديكتشف ان الفلسفة ديال مارلا في الحياة هي انها تقدر تتموت في اي لحظة ولكن المأساة هي انها مازال ما ماتتش الحل الوحيد بالنسبة لمارلا و جاك هما انهم يتفاهموا باش يتفارقوا الاجتماعات باش عمرهم ويتلقوا عوي تاني وكل واحد يشق طريقه وفعلا سيتفارقوا حتى اللحظة في ان جاك سيتدير واحد اللقاء اللي سيتبتل حياته سيتلقى مع تايلر ديردن تايلر ديردن هو العكس ديال جاك في كل شي تايلر هو التعريف ديال الرجولة الالفا مايل عنده افكار تورية وبغي يحارب الرأسمالية اللي بالنسبة له كترجع الناس عبيد ديال الممتلكات ديالهم جاك غادي تحرق ليه البرطمة دياله وغادي يولي يعيش مع تايلر بجروجهم غادي يختارعوا واحد النادي ديال المضاربة الغرض من هاد الكلوب مشي هو شكون غادي يسلق شكون ولكن الغرض دياله هو يتلاقوا فيه الرجال ويعبروا على العنف ويتمرد ديالهم على السيستام بكل حرية هاد الكلوب غادي يتحول من نادي بسيط لمنظمة إرهابية بغا تحارب الرأسمالية وتحرر العباد من القيود ديال الكريديات بخلق الكايوس الفايت كلوب غادي يولي أوبرايشن ميهام جاك غادي يكتشف بأن تايلر ديردن وهو رهم نفس الشخص الإنسومنيا خلت الشخصية دياله تقسم على جوج جاك غادي يكتشف بالله هو اللي يصيب الفايت كلوب بوحده وهو اللي موجد عملية إرهابية باش يفرقع بنكات ويمحيل كريديات ديال الناس جاك غادي يبغي وقف العملية ولكن فات الفوت باش يتحرر من الشخصية دياله التانية غادي تيري فراسه وهكذا كتسالي القصة دابا غادي ندخلوا في التحليل ديال هاد الفيلم ونحاولوا نفهموا الميساج دياله بالنسبة لي كيني ثلاثة ديال القصص ولا ثلاثة ديال المواضيع اللي كيهدار عليهم هاد الفيلم وكل موضوع أعمق من الآخر الموضوع اللول واللي هو باين هو الانفصام ديال الشخصية ديال جاك والمعاناة دياله مع الانسومنيا هاد الموضوع هو اللي فيه البلوت تويست اللي كيخلينا نتفاجئوه فاش كنفهمو بلا جاك وطايلر رهم نفس الشخص ولكن هاد الموضوع كيبقى هو الموضوع الباين وهو الموضوع السطحي الموضوع الثاني هو الموضوع على تورد العبودية ديال سيستام الرأس المالي والاستهلاك المفرد ديال المجتمع اللي كنعيشو فيه والبطش والطغيان ديالباطروناء والسياسيين على الناس هاد الموضوع كيهدار علي المقاومة بخلق الكيوس باش تعود تعزيله من الول هاد الموضوع هو اللي عنده اكتر شعبية عند العشاق ديال الفيلم واللي كيخليش بارتيات ديال الحوار يوليو شعارات ديال فيسبوك ولا مقدمات ديال بايوز في تويتر بحل دك شي ديال يعني كلام عميق و توري و فلسفي و تربي فينا الحماس ولكن بالنسبة لي الموضوع اللي هو الاعمق في هذا الفيلم و دك شي عليش كنقول ان فايت كلوب فيلم فيمينيست لان الموضوع دياله هو التدهور ديال الرجولة في المجتمع the decadence of the alpha male اول حاجة كنلاحظوا هو ان البطل ديال فيلم جاك عايش ببعده في برطمة دياله اللي هي نقية و منضمة عنده واحد على الاتات و المعن الحاجة اللي في المجتمع الدكوري كتكون من اختصاص ديال المرأة نورمال مو الرجل كيكون مولوع بدكش ديال التكنولوجيا و للطنوبيلات جاك كيقلب على الناس اللي يسمعوا له و معندوش مشكيل انه يبكي الرجال اللي كان شوفه في الفيلم و خصوصا للناس اللي شفنا في الجروب المفضل ديال جاك اللي عندهم سرطان الخسية فيه رجال اللي مشات الرجولة ديالهم واحد من صحابه و اللي عنده قاع صدر جاك المرأة يعني في هذا الفيلم كان شوفه واحد المجتمع اللي بدك يفقد الرجولة دياله اذا كنفهموا بان جاك بعيد كل البعد على تايلر و انه من خلال العلاقة دياله الوهمية مع الالتر ايغو دياله غدي حاول يسترجع الرجولة اللي مشات له حاجة اخرى اللي كنلاحظوها من اللول هو ان المرأة هي العدو في هذا الفيلم مارلا كتشكل الخطار عليه فاش يلاه القراحتو في الجروبات ديال المرضى مارلا عوتاني كتشكل وحد خطار عليه فاش ولت معاشرة مع تايلر المرأة اللولة اللي غدي يهدر مع مارلا في الفيلم كيتبادلوا النماري ديال تيليفون باش عمرهم يعاودوا يشوفوا بعضياتهم الوحكي في الافلام فاش دري وبنتك يتبادلوا النمارة راه باش يتلاقاوا مرة اخرى ويتصاحبوا يعني الفيلم مش دوحد الرمز ديال تكوين الكوبل وستعملوه في تفريق الكوبل وباش يورينا بالله مارلا إز دي أنيمي طايلر براسو تيقول ليه فاش جبدو الموضوع على الجواج بالله حنا جيل ربونا العيالات وما نظنش انه إليز النمار اخرى غدي تحلو المشاكيل ديالنا جاكو تايلر كي شفروش شحمة ديال الكلينيكات ديال تجميل باش يصابوا بيها صابون اللي غدي عاودوا يبيعوه لهادوك العيالات النية اللي خداوا لهم شحمة ديالهم يعني كنشوفوا هديك الرغبة ديال الانتقام منهم من جيهة اخرى في فيلم كنشوفوا ان مارلا مرجلة البرطمة ديالها بحال ديالشي زوفري كتعاير وكتسب بلا اشكال عندها تيقف راسها كتكمي وممسوقاش المظهر ديالها كيف ما نقول ما نقول عيالات في المجتمع الدكوري كيديرو في الفيلم كين دائما واحد القضية اللي كترجع واللي هي عندها علاقة مع الرموز ديال الرجولة والخوف ديال ان هاد الرموز يمشيو واللي يتحيدو فاش كتتفرق ع البرطمة ديال جاك تايلر باش يواسيه تيقول ليه احمد الله مشات البرطمة تصور كون شي مرة تكون كيفاش غدي نقول كيفاش غدي نقول ايادي دابا انا خليكم انا خلي طايلر هو اللي يتكلف فاش كيشدو الاعداء ديالهم فبروجيكت ميهام تهديد اللي كيعطيه هو انهم يقطعوا لهم طايلر و جاك براسو فاش بغاي انولي البروجيكت ميهام شدوه صحابو وكانوا غدي ديلوا ليه نفس الشي لان بنسبة لهم الاعضاء التناسولية هي اغلى حاجة عند الرجال وهي رمز ديال الرجولة في العالم اللي عايشين فيه اليوم الرجل ما بقاش عنده المونوبول ديال الاقتصاد لان الاقتصاد اليوم بنى على الخدمات ماشي غير الصناعة ولا الفلاحة اللي كانت فيها القوة البدنية مهمة لانتاج النمو واللي كانت فيها فرص شغل قليلة للنساء في الاقتصاد ديال اليوم الفرص ديال العمل ولت تكافأة نسبيا ما بين الرجل والمرأة ومنين ولا واحد تحسن في الدخل عند النساء كتاسبوا واحد الاستقلال الاقتصادي والفلوس هما اللي يعطيه الباور اذا كتلقى الرجال تهلفين في اقتصاد اللي ما بقاش عندهم فيه حتيكار الفايت كلوب هو واحد اللي متنفس لهذا الناس باش يحسوا براسهم الرجال العنف والقوة اللي ما بقتش بلاسها في الانتاج ولا حتى في المجتمع ولا تخاصها تخرج في بلاس اخرى الراجل اللي كان خاصه يضرب بولون بمطرقة النهار كامل في معمل ولا اليوم قيل سبيره يضرب الكيبورد بصباعته والكليماتيزر بحافظ عليه اللي يجيه الصاد هذا الراجل خاصه فيه يخرج هذك الطاقة وهذك العنف تايلر هو صراحة الكاريكاتور دي الرجولة مشي نحاول نفهمه دقة دقة تايلر ضد الرأس المالية والاستهلاق يعني دك شي دي الماكدونالد وستاربوكس ولكن هو كيخلق باش يحار بهذا السيستام كيختار على الفايت كلوب اللي ته هو تحول فرانشايز اللي محلوله في مدن بزاف تيتفعل عضاء دياله لتمرد على الرولز ديال الكابيطاليزم ولكن كيدفحهم باش يحتار مو الرولز ديال الفايت كلوب تايلر كيحارب السيستام باختراع السيستام كيشبهليه الأوبرايشن ميهام كتمحي الشخصية ديال الأعضاء ديالها كيفما الرأس مالية بالإنتاج منتوجات بحل بحل والتحكم في الرغبات ديالنا بالإشهار كترجعنا كنسهلكو منتوجات تقريبا بحل بحل وفي آخر المعطاف كنواليو بحل بحل الأفكار ديالو بعض المرات ساخيفة بحل فاشكي يطلق الفولون ديال الطوموبيل وكيقول جاك أنه خاص ويترخا وليبغا يطرى يطرى إلا طلقشي الفولون ديال الطوموبيل نورمان مون رح كتدير كسيدة وتقدر تموت ولا فاشكي يجبد فردي على واحد الكاشير باش يدفعو يرجع يقرأ هدا هو البرانسيب ديال الدكتاتورية استعمال الخوف والعنف لمصلح تكزعم وما ننسوش أن طايلر اللي هو رمز ديال آلفا مايل هو وهم في هاد الفيلم يعني الكونسيب ديال الرجولة تهوارها وهم الفيلم فاش خرج استوديوات اللي داروا الانتاج كان عندهم مشكل كبير لحقاش ما عرفوش كيفاش يبيعوه لكيفاش يسوقوه لأن الموضوع دياله عميق والناس يقدروا ما يعجبهم مش الاختيار باش ينقصوا الريسك هو أنه يسوقوه كفيلم ديال اكشن ويركزو على المدابزات والكوطي فايت كلوب عوض الجانب الفلسفي دياله فاش خرج الفيلم اللي اشهرت داروا في الماتشات ديال كاتش وديال يو اف سي اللي فيه جمهور ضكوري أما الجمهور اللي كان يمكن يعجبوا الفيلم قاع ما كان تارغيتد شي اللي خلاه أن الفيلم ما يصدقش في السينيما ولكن من بعد فاش خرج في دي في دي عاد القناشاح كبير شكرا لتتبع ديركم لهذا الحلقة إلا ما تخصمناش انطلقوا السيمنة جزئية في حلقة جديدة تلو فريوسكم اشتركوا في القناة